السلام عليكم طبعا احنا منعين الناس انها هتاكل وتشرب والناس طبعا زعلانة فاحنا قلنا النهاردة نفرحكم شوية بموضوع الفواكه وبين الوجبات وان انتوا تقدروا بتاكلوا فواكه ومن ضمن احدث واحسن عشر فواكه انا اخترتها لكم من ناحية انها كمية السكر فيها وليلا يعني اقل من معلقة شاي فيها نسبة السكر خمسة جرام وسبعة جرام وحاجات زي كده ودي من الحاجات اللي ممكن تكلها بين الوجبات ومن الحاجات اللي فيها فيتامين سي ومن الحاجات اللي هي بتبقى مهمة جدا كمضاد للأجسادة ومفيدة جدا ليك وفي نفس الوقت هتحسسك بيء الشبع وهتحس براحة جدا وانت بتاكل مش محروم من حاجة عشر حاجات ممكن تبقى فيه اسعارها في المتناول الجميع مش غالية ولا حاجة وبجميع اشكال اخترت من كل حاجة وجبتها لكم على اساس تبقى مفيدة ليكم وان شاء الله هشرحها لكم فيه بالصور لان بتختلف ان شاء الله اسم الفاكهة من بلد لبلد فاقرت اجيبوا الصور واشرح لكم عليه ارجو ان انتو تستمتعوا بالفيديو ده وعشان تعرفوا ان احنا مش بنحرم حد من حاجة اشوفكم ان شاء الله واسمعوا واستمتعوا والحياة مش 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 عيش ورز ومكارونا بس والحاجة ايه عشان تبقوا فاهمين فيه فاكهة اهو عشان ما كده احنا ايه محرمناش حد من حاجة نتابع مع الفيديو طبعا موضوع اهم عشر فواكه او الفاكهة اللي كل الناس بتسأل عنها يا دكتور ناكل فاكهة ايه وايه المسموح لينا اه بالضبط بالنسبة ليه مريض السكر والاشخاص حتى العاديين واقل حاجات فيها سكر بالنسبة ليه للمرضى اه انا اخترت بصراحة افضل حاجات وده حاجات مفيدة جدا وهي الاول حاجة هنبدأ بيها اللي فيها اقل جرامات من السكر تخيلوا مثلا اللمون ده يعتبر من الفاكهة اه اللمون فيه فيتامين سيه اه مهم جدا واللمون لما بيتحط مع المية فيه اقل حاجة وبيديك احساس بالشهية والشبع بيحتوي على واحد جرام فقط يعني واحد جرام من اللمون اه واحد جرام سكر فقط تخيلوا اهمية اللمون وده حط مع المية ده رائع والفايتامين سيه طبعا فويده كتير جدا وطبعا من ضمن الحاجات الانتي اكسيدنت مضاد الاكسادة والحاجات دي كلها اه تاني حاجة في القايمة بنتكلم عنها اللي هو الراسبيري والراسبيري ده من اه بيحتوي على اه 5 جرام يعني 5 جرام بس من السكر اه اقل من معلقة الشاي اللي انت بتحطها في معلقة السكر بتاعت الشاي اه مليان فايبرز بيحسسك بالشبع الراسبيري ده من الحاجات اللي هو التوت اللي احمر انت شايفه وبيحسسك بالشبع جدا وفي نفس الوقت ممكن تاخدوا بين الوجبات والبيسوب زي مقدار اه الكوباية او فنجان بتملاي يعني عشر حبات مثلا او حاجة زي كده فده من ضمن الحاجات المهمة جدا للمرضى السكر اه وطبعا انتو كل الناس اللي عارفة التوتو من الحاجات اللي موجودة طول السنف في السوبر ميركتات وبتلاقيها بابا ورخيص جدا وصعره رخيص الحاجة التانية اللي لازم كل يعني اللي مفاجئة بصراحة موضوع اللي هو الفراولة اشتخيلوا الفراولة من يعني من احسن الحاجات المسكرة اللي ناس تحبها وما فيهاش نسبة سكريات خالص يعني حوالي 7 جرام يعني زي معلقة شاي معلقة السكر الصغيرة بتاعت الشاي ومليانة فيتامين سي وده برضو لو انت عندك الفراولة موجودة وبتاخدها برضو نفس الكلام ما فيش فيها مشكلة خالص يعني من ضمن الحاجات الرائعة جدا اللي هي مليانة فيتامين سي والفراولة طبعا من الفكهة المحببة جدا للناس وبتتحط الناس بتحب تزوق بيها الترط والحاجات دي كلها ونيجي بقى البعد كده الفكهة اللي بعد كده اللي هو البلاك بيري مش البلاك بيري الموبايل يا جماعة البلاك بيري الفكهة البلاك بيري ده فيه 7 جرام بس سكر 7 جرام يعني زي معلقة برضو شاي صغيرة وما تحسش بقى بمشاكل لما تخدها يعني لونها الاسود ساعات يبقى سايب لما بنيجي ناكله علاماته على الاسنان والحاجات دي لكن هي فعلا احسن موجود من افضل الحاجات اللي هو مضاد للأكسادة ومليانة فايبر يعني بتحسسك بشبع رهيب يعني لدرجة ان انت بتبقى خلاص حسيت ان انت أكلت ومش جعان تاني فالتوت الاسود ده اللي احنا شايفينه من ضمن الحاجات المفيدة جدا والفواكه المفيدة جدا الخامس حاجة بقى الكيوي الكيوي ده يعني من اجمل الفواكه اللي موجودة ومعليان فيتامين سي وعبارة عن ستة جرام يعني الواحة ده فيها ستة جرام سكر يعني يعني اكنك حطيت معلقة اكنك شربت كوبات شاي بمعلقة سكر واحدة ودي من ضمن الحاجات اللي معروفة والناس كلها ايه بتحبها والكيوي طبعا فيه ناس بتحطه مع الاكل وفيه ناس بتحبه تاخده بعد الغدا وبيبقى متوفر يعني انت لو جعت في الليل او اي حاجة وخدتلك واحدة كيوي مش هتحس بمشاكل فيه السكر خالص تيجي تبص بقى بعد كده ليه الجريب فروتس الجريب فروتس ده عامل زي البرتقان كده ده سترس يعني مثلا بيبقى قليل برضو نسبة السكر فيه هو عبارة عن تسعة جرام يعني قريب من معلقة ونص كده سكر او معلقتين وفي الواحدة الجريب فروت الواحدة وطبعا هو بيسد النفس شوية على الاكل ويخلي الواحد يبقى شبع واحساس الفايبرز فيه والحاجات دي من الحاجات المفيدة جدا بعد كده نقول الافوكادو الافوكادو بقى دي يعني دي موال لوحده زيت الافوكادو الافوكادو للشبع ما فيش كرباهايدريت خالص ومحتاجينها جدا لنسبة السكر فيها قليل جدا وانطير رو الفوكادو دي من الحاجات بتحتوي على وان جرام يعني من السكر يعني تخيلوا مثلا ما فيش اي مشكلة خالص من بالنسبة لي مريض السكر من ضمن الفاكهة المحببة جدا حبيب الكل اللي بقى نجيله بعد كده اللي هو البطيخ اللي بيسموه في الخليج الحبحب ده الايكونة بتاعت الفاكهة الصيف سيم لايك يعني زي ما يكونوا عليك طبعا هو مسكر جدا وفيه مية كتير جدا بس هو بيحتوي على اقل من 10 جرام سكر والحمل الجليسيمي بتاعه مفيد جدا يعني مثلا انت ممكن تهيالك ان السكر بتروح لحمام بعدها عشان السوائل اللي فيه والنسبة السوائل اللي فيه كتير جدا طبعا مليان حديد فيه برضو جريت سورس من الحديد مفيد جدا وطبعا مش هنقول بقى ان احنا مش معنا احنا مثلا لما لما ناخد شقة بطيخ كده او كوباية اي حاجة كده صغيرة هيبقى ده كفاية جدا لانه بيحتوي على 10 جرام من السكر فده طبعا مهم جدا اللي بعد كده يا جماعة اللي هو الكنتالوب الكنتالوب بقى اللي هو الاصفر وده شكله وده مليان فيتامين ايه ودلشيس يعني طعمه جميل جدا وبيحتوي على اقل من 13 جرام سكر اللي هو لو خدنا سلايدز فيه او حاجة زي كده زي معلقتين سكر يعني النسبة السكر فيه مش عالية قوي وده طبعا معاه مواد كتيرة وبيحتوي على الصودة والاربعين جرام طبعا احيانا لو انت خدتوا حاجة مسكرة جدا ممكن يبقى فيه نسبة كبيرة من السكر بس احنا دايما ننصح به باعتدال الحاجة بقى الاخيرة اللي احنا عايزين نقول عليها البرتقان البرتقان طبعا بيحتوي على فيتامين سي ونسبة السكرات فيه معقولة وبيحتوي على حوالي الواحدة 12 جرام من السكر وده ممكن يبقى مناسب كسناكس وتبقى واحدة برتقانة واحدة ما بين الوجبات دي باختصار افضل 10 حاجات لمريض السكر واتمنى انها تكون تفيدكم طبعا اكون يعني سعيد جدا لما تستفيدوا من المعلومات وتشيروا المعلومات دي الاكبر عدد ممكن من الناس علشان الفائدة تعم وعايزة اقول لكم الفواكه اللي احنا قلنا عليها دي مش معنى ان احنا بنفتح مجال ان نبص لقي بقى ايه سوق الاستخدام يعني انت مسموح لك بصمرة من الكيوي مش كيلو مسموح لك بصمرة من التوت مش كيلو توت يعني توت بمقدار فنجان تحط فيه التوت ما فيش فيه مشكلة زي ما قلنا ده خمسة جرام سكر في الفنجال يعني عدد كويس مثلا لو انت يعني احنا لما بنيجي نقول الطمر ممنوع لان انا قلتلكوا ان فيه مريض جالي قال لي ان هو عنده الطمر بياخد 17 حباية الصبح و 20 حباية ما عرفش ايه يعني لو احنا قلنا حباية ولا اتنين مشكلة الواحد نفس اماره بالسوق فما بتقدرش تمسك نفسك فهي الفكرة في الاعتدال يعني لو قلنا البطيخ او الحب حب يسموه في الخليج انت بتاخد شريحة ومش عايزين تعليقات اللي هو يقولك طب وفلان بيعمل هو احنا بنتكلم عن طب بنتكلم عن معلومات تفيتكم اللي عنده سكر وعايز يحافظ على جسمه وكنا تكلمنا قبل كده عن موضوع الشوفان والعيش الشوفان وانا حتى عايز اوريكو صورة قد ايه الكربوهايدريت في الميت جرام بس حوالي 56 يعني متخيل الجمية الكربوهايدريت فيه عالية الناس تقولك اصلاو بيعمل اصلاو يساو احنا بنتكلم عن واحد عنده سكر عالي فالمشكلة ان احنا بنقعد ننصح الناس باللي يفيدهم مش ان احنا مثلا هنعمل احنا متكلمش عن يعني كل واحد حر طبعا في صحته لكن احنا بنمعالينا ان احنا نوضح الحقائق للناس فارجوكم معنا ان احنا نقول الحاجة دي مسموحة ان احنا منسقش استخدامها والكلام ده انا بوجهه لكل الناس مش لمريض السكر بس مريض الشخص السليم مريض اي شخص الحاجة لما بتزين على حدها فعلا بتتقلب لضدها وبتعمل مشاكل كتيرة عشان كده رجاء منكم كلكم ان انتو تراعوا النقطة دي وان شاء الله هنستفيد كلنا من المعلومات دي وطبعا تعليقاتكم بتكون محل تأدير وبهتم بيها بس ما تزعلوش لو ما حصلش رد احنا بقى انا بختار سليكشنز من معظم الاسئلة او اللي عليها كلام كتير وبقى اجاوبها يعني اللايك اللي اتعمل عشان موضوع الارور الاخطاء اللي موجودة في جهاز السكر وازاي نقدر نعرف الفرق بين تحليل السكر البيت وسكر المنزل سكر المختبر او المعمل هعمل لكم ليه فيديو مخصوص فمش شرط احنا نرد على كل سؤال وبرضو بعض الحالات بتبقى عايزة ان نقول العلاج ايه وطبعا صعب زي ما اتفقنا موضوع العلاج والحاجات دي على النت بتبقى صعبة جدا ان انت لازم تشوف المريض وتشخصه وتعرف وتقعد معاه وتعرف عدايته ايه في اكله وشربه والحاجات دي كلها حاجات كتير جدا مهم تحياتي ليكم واشكركم واشوفكم في الفيديوهات القادمة ان شاء الله شكرا ليكم